السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة للأسف تم إلغاء استيراد السيارات الجديدة بصفة رسمية بعدما أعلنت شركة ماهندرا قبل قليل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن إلغاء عملية استيراد السيارات بطريقة غير مباشرة ممكن تدخلوا على صفحة رسمية لشركة ماهندرا وتشوفوا وش وضعوا سطاتي وضعوا هذه الصورة وكتبوا فيها thank you very much معنتها راهم شغل يحكي بطريقة غير مباشرة أن استيراد السيارات تم إلغائه كذلك قبل قليل صدر ما قال من طرف الصحفي المتخصص في مجال السيارات موراد سعدي زيت أكد المعلومة هذه ورحنا تطرقه للارتيكل هذيك وتشوفوه وش اذكر فيه بعض النقاط هذا هو المقال اللي قام نشره قبل قليل موراد سعدي راو عنده أربع دقائد فقط رونو ألجيري بخودكسون أسكو لغوتور دو منتاج معنتها ويقول لك رونو أسكو راح تبدأ تركب سيارات في الجزائر من بين النقاط الأساسية اللي اذكرها هذا المقال أنه قال لك الحكومة الجزائرية سوف تتخلى عن استيراد السيارات الجديدة بسبب موضوع تجميع السيارات كذلك كان حكا نقطة مهمة جدا قال لك الحكومة الجزائرية ما تعلموش من التجارب السابقة تعالحكومة الجزائرية السابقة ومزالوا راح يديروا نفس الخطأ اللي قامت به الحكومة الجزائرية السابقة ورح يعودوا يرجعوا المصانع تجميع السيارات كذلك من بين النقاط اللي حكا عليهم كذلك قال لك أن أسعار السيارات المجمعة في الجزائر راح تخضع لدفتر شروط السيارات معناه راح يبدأ يخلصوا تي فيا ولا ديوان وغيرها من الضرائب هذا راح يساهم بشيرتفع سعر السيارة ورح تكون بأسعار خيالية مقارنة مع استيراد السيارات الجديدة اللي راح تكون استيراد السيارات الجديدة أقل من أسعار السيارات المجمعة في الجزائر هذه من بين أهم النقاط اللي اذكرها كذلك تحدث على نقطة مهمة جدا واللي هي العمال كان أذكر في الأرتيكت هذا قال لك عمال مصانع التركيب بعد غلق مصانع التركيب قاموا بتسريح حوالي أكثر شيء حوالي 8000 عامل قاموا بتسريحه لكن مع إلغاء عملية استيراد السيارات الجديدة وهذه معلومات ما كانتش عدنا تم تسريح حوالي 30 ألف عامل 30 ألف عامل راحوا للبطالة مع أن تشوفوا الفرق بين عمال مصانع التركيب وكذلك عمال استيراد السيارات الجديدة راهوا كين فرق تاع 22 ألف عامل مع إلغاء استيراد السيارات الجديدة 30 ألف عامل راحوا للبطالة وكين حاول المونتاج 8000 عامل راحوا للبطالة معنتها ماذا بينا يرجعوننا استيراد السيارات الجديدة ويتخلوننا على فكرة المونتاج هذه اللي راح توصلنا نتائج سلبية كما كانت في الحكومة السابقة وكذلك رئيس الجمهورية كان اذكر من قبل قال لك كيفاش تقول لي عندك مصنع تاع سيارات وانت توظف لي حوالي أكثر شيء توظف لي حوالي 100 عامل اسكو مصنع توظف فيه فقط 40 إلى 100 عامل هذه ليش مصانع هذه رئيس الجمهورية بنفسه كانت تحدث على النقطة هذه كذلك راهوا آشار إلى أن عملية استيراد السيارات الجديدة سوف يتم إلغاءها خاتم هذا بينات فارتاج الفيديو في صفحات الفيسبوك باش يوصلوا المعلومات أنه نريد استيراد السيارات الجديدة ولا نريد تصنيع السيارات خاصة مصانع رونه هذو لراميني قوسيو باش يدخلوا إلى اليزائر مرة أخرى ورانا شفنا واش كانوا داروا فساد فيما قبل ان شاء الله تبرتاجيونا الفيديو باش يوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وتكون علم الوزارة الصناعة أنه المواطن يحوس على استيراد السيارات الجديدة اللي رح توفر له بأسعار مناسبة وليس المونتاج تع السيارات والسلام عليكم